مشاهدين أهلا بكم إلى اللقاء الأولى والذي نستضيف فيه الليلة في الستوديو الصحفي الموريتاني الحسن ولد المختار حيث سنناقش معه ملف انطلاق جلسات اللقاء التمهيدي الموسع للحوار الوطني في موريتانيا إذن انطلقت في موريتانيا جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل وصل مقاطعة أحزاب المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة المعارض وفي كلمتها الافتتاحية دعا الوزير الأول الموريتاني حيويلت حدمين جميع أطراف الطيف السياسي في البلاد إلى المشاركة في الحوار السياسي مؤكدا التزام الحكومة بتطبيق جميع النتائج التي ستتمخض عنه وصفا لقاء التشاوري بأنه لحظة فارقة في تاريخ موريتانيا وقد أكد المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة مقاطعته التامة لأي نقاش أو مباحثات يرعاها رئيس ولد عبد العزيز فالمقابلة حضر حزبان محسوبان على منتدى المعارضة هما حزب تمام والمستقبل على رغم من أن المنتدى استبقى الأمر وأعلن أنه قطع الصلة مع مثل هذه الأحزاب منذ فترة إن الحكومة مجسدة بذلك الإرادة السياسية القوية لفقامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز لتؤكد لكم اليوم وللرأي العام الوطني جديتها وصدقها وإرادتها في أن تدفع بمشاوراتكم وحواراتكم هذه حتى تصل إلى كل غاياتها وأهدافها وأن تضع نتائجها بالتشاور مع كل ألوان الطيف السياسي الوطني موضع التنفيذ هذا وقال رئيس حزب الصواب الموريتاني عبد السلام ويلد حرمة ويعد من المعارضة المعتدلة المشاركة في الحوار إن بلاده تواجه تحديا كبيرا من أجل إرساء الديمقراطية وهي مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق كل الفاعلين السياسيين في البلاد إذن ينضم إلينا هنا في الستوديو الصحفي الموريتاني الحسن ولد المختار أهلا وسهلا بك معنا مجددا في الأولى أستاذ الحسن مرحبا بداية تابعت اليوم هذه الجلسات التمهيدية كيف هو تقييمك لوضع هذا الحوار بشكل عام وفق ما جرى اليوم الحقيقة أن الحوار كذكرة وكآلية في العمل السياسي هو دائما أمر مجدي وشيء مستحب في كل الأحوال ولكن الطريقة التي افتتح بها الحوار اليوم التي تحولت تسميته أيضا بطريقة شبه ميكانيكيا إلى لقاء التشاوري أعتقد أنها قد تكون جاءت أقل مما كان متوقعا من زخم لهذه العملية التي جرى الإعداد لها خلال فترات مديدة وحتى تحدثوا مع حضرتك عنها في إحدى المرات الماضية لا أريد أن أستخدم بعض العبارات القديمة التي لا تخلوم التويل كأن أقول مثلا أن تمخض الحوار في ولد جلسة بسيطة ولكن على الأقل نحن نتحدث هنا الزخم عن المشاركين أم عن المحتوى الذي تم طرحه في الحوار أنا أعتقد حتى أن طريقة تحول التسمية نفسها من مفهوم الحوار السياسي إلى اللقاء التشاوري أنه فيه نوع من خفض للسقف المتوقع لماذا؟ لأن أحزاب المعارضة الفاعلة أو المعارضة الجذرية والتي هي الطرف الآخر في الحقيقة من الطيف السياسي وليس المعارضة الناصحة أو المعارضة الموالية إن صح التعبير هذه قاطعة اللي هو المنتدى لأحزاب المعارضة الحقيقية بين مزدوجتين قاطعة الحوار وحزب النظام والأحزاب المقربة منه أو التي ليست على خلاف كبير معه لا يمكن أن تحاور نفسها لأنها يفترض أن المشتركات السياسية واسعة وكبيرة فيما بينها والإنسان لا يمكن أن يحاور نفسه هذا يسمى مونولوج سياسي إذا حاور الطرف واحد نفسه لذلك أنا أعتبر أن تغيير التسمية إلى اللقاء التشاوري أنها لا يخدم ذكاء سياسي أنه لآن كأن هذه التسمية أصبحت العملية بها نوع من التفكير أو الإعداد لأفق آخر من عملية الحوار السياسي وهناك ملاحة يعني مرحلة أخرى غير ممهدات الحوار التي كان سبق وتم الحديث عنها وعلى أساس الاتفاق عليها؟ بذلت جهود كبيرة للإعداد لهذا الحوار ووصل الحزب الحاكم إلى ما يشبه القناعة غير المعلنة بأن البلد في أزمة سياسية بحاجة إلى إيجاد نوع من المصالحة مع الطرف الآخر من الطيف السياسي واجترى الإعداد خلال الأشهر الماضية بشكل شبه ماراتوني لهذا الحوار وكان المتوقع أنه بوصول موعد افتتاح الجلسة اليوم يكون على الأقل ضمن حداً معقولاً من مشاركة الأطراف المعارضة بالمفهوم الإطلاق السياسي للكلمة لكن أنا أعتبر أن الإختراق السياسي الوحيد الذي حققه حزب النظام أو النظام بصفة عامة هو أنه أدى لانشقاق بعض قيادات أحزاب المعارضة وشاركوا بصفة شخصية سأتي إلى هذه النقطة ولكن دعني قبل أبحث موضوع ممهدات الحوار الذي ربما كان قد تم الاتفاق عليه فيما قبل بين المنتدى الحوار والديمقراطية والدولة ولكن المشكلة كانت هنا بأن قالوا لم تتم الاستجابة لمطالبهم ولأي شيء تم طرحه في ممهدات الحوار في حين الحكومة تقول بأن المعارضة أو حزب السلطة يقول أن المعارضة تعرقل وقد تم تنفيذ كل المطالب ما الذي تم تنفيذه وما الذي تم التغاضي عنه الحقيقة أن هذا الحوار له مقدمات سياسية سابقة البلد في ما يشبه حالة استقطاب واحتقان سياسي منذ سبع سنوات وهذه الأطراف التي تتقاذف الآن التهمة ككرة النار لم تفعل هذا الآن فقط وإن من 2009 وهي تتقاذف نفس التهم وبنفس الطريقة في سياق ممهدات الحوار التي حضرتك أشرت إليها المعارضة تقول أنها عندها مجموعة من الاشتراطات السياسية تريد ضمانها من طرف النظام للانخراط في أي عملية تعاطي سياسي إيجابية تضمن أن أي انتخابات مقبلة أو أي استحقاقات سياسية مقبلة أنها ستشري في ظروف سياسية مدائمة ومضمونة وتناسبت عن بعض الصياغ التي كانت تريدها لكن المشكلة أن السنة الماضية انتخابات التشريعية التي كانت قطعتها المعارضة أحزاب المنتداء ونحن الآن عندنا ما يشبه البرلمان الذي محسوب بشكل شبه كامل على النظام أو النسبة الأكبر الأغلبية الساحقة السلطة التشريعية والتنفيذية في جهة والمعارضة كأنها لعب من خارج خط التماس الآن والشروط السياسية التي تطرحها أنا أعتقد أيضا أنه من الصعب على النظام أن يستجيب لها كلها لماذا؟ لأنها تدخل أحيانا فيها أشياء أخرى لا علاقة لها حتى بالعملية السياسية تتعلق بهذه المؤسسات الدولة وأيضا حزب النظام يزعم منذ فترة مديدة أنه يمد يد للحوار مع أي طرف وحتى رئيس الحزب الآن كما رأيته في التقرير أكد على هذا ولكن أنا أعتقد أن هناك قدرة من التنازلات السياسية الملموسة ما زال في الانتظار لضمان استدراج من النظام لاستدراج الأحزاب المنتدى أي المعارضة الفعلية إلى حوار جدي لأن هنا السؤال هو لم يلتزم بممهدات الحوار كما تقول المعارضة وفوق هذا كان هناك ربما جزئية اعتبرتها المعارضة أو أحزاب المنتدى كإهانة عندما طلبوا ربما وأرسلوا بالوثيقة وتم الرد بشكل شفهي كما قالوا من قبل السلطة ولم يتم الرد بشكل كتابي ورسمي وموثق أنا شخصيا أعتبر هذا النوع من الاعتراضات من طرف بعض أحزاب المعارضة المنتدى نوعا من المماحكات السياسية غير ذات القيمة السياسية بالمفهوم الوطني الصحيح دون أن يكون في هذا أيضا تسفيه لكلامهم لكن بالمختصر المفيد النظام أيضا حتى وأنا كصحفي مستقل ربما يرسمني أن أقول هذه الملاحظة النظام أيضا يزعم أنه اتفق معاهم من قبل في اتفاق دكار قبل الانتخابات الأولى وسلمهم وسارة الداخلية ووسارة المالية ووسارة الإعلام السرطات كلها اللي طلبوها ونظمت الانتخابات ونتيج تهرفت طول اعتراف بها لذلك أنا قلت لك أننا الذاكرة مثقلة بأعباء سياسية بين الطرفين تنعدم الثقة بينهما ويتعاملان مع المسألة السياسية في موريتانيا وكأنها معادلة صفرية لا بد أن يربح هذا الطرف جمل بما حمل ويخسر الطرف الآخر أو العكس هناك حاجة إلى إيجاد نوع من عقلية التوافق والمقاهضة السياسية الصريحة أو الضمنية ما زال لم يظهر في الخطاب السياسي وفي تعاطي السياسي هل لديكم تفاؤل بأن هذا قد يحصل خلال بالمستقبل المنظور أنا أعتقد أن هذه الحلقة من ماراتون الحوار الوطني أنها ستمثل نوع من شراء الوقت فقط لا أكثر بالنسبة للنظام وهناك أيضا نوع من طرد المثن السياسي فيما يتعلق بما يريده النظام وما تريده المعاراتون هناك أشياء كثيرة مسكوت عنها وهي صلب ما يراد تحقيقهم في الحوار ولكن لا يتحدث عنها رغم أن الرئيس الموريطاني قال بأنه لا خطوط حمراء في هذا الحوار لا أنا أستسمح هناك ما لا يتحدث عنه كثيرا أنا أستسمح في أن أشير إلى بعض هذا مثلا لو افترضنا أن أحزاب المنتدى المعارضة حضرت إلى الطاولة بأوراق بيضاء وقبلت الحوار دون شروط مسبقة وأن النظام حضرت ما الذي يستطيع كل طرف أن يعطيه للآخر بالمختصر المفيد وبعبارات شديدة الإجاز يستطيع النظام أن يكسب تعديلا في الدستور يضمن الرئيس الترشح لولاية الرئاسية الثالثة لا يسمح بها الدستور هذا أقصى ما يمكن أن يتحقق له وتستطيع المعارضة أن تحققها أيضا مكسبا لا يقل شخص صنة أيضا سياسية أن زعيمين من زعماء أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية في سنة 2019 سيكونان قد تجاوزا 75 سنة ولا يحق لهما الدستوريين الترشح للرئاسة تلغى أيضا هذه المادة في مقابل المادة الأخرى ضمن مقايضة سياسية ضمنية أو صريحة هذا أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه الحوار بالمناسبة الحوار آلية ممتازة لحل المشاكل موضوع كتيبة الحرس الرئاسي موضوع ربما ما يتعلق بخفض الأسعار خاصة المحروقات بعض الصجنة الحقوقيين والسياسيين كل هذا لن يطرح بالمناسبة هذا ليس هو المتن هذا نوع من المزايدة ونوع من رفع المزايد السياسي لاكتساب الرأي العام الموريتاني لا أكثر بالنسبة لمسألة الأسعار أي حزب سياسي يرفع هذا نوع من الشعرات الشعبوية والنظام يرفع هذا نوع من الشعرات الشعبية لكن أنا أعتقد أن ليس هذا هو الغرط بالغرط وبالمختصر المفيد وبالوصف العميق أن الحوار آلية ممتازة لحل المشاكل ولكنه ليس حلا لها في حد ذاته الحوار ليس غاية في حد ذاته وسيلة وليس غاية بخصوص موضوع من شارك من المعارضة يعني حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي هو عمود رئيسي تماما كان من أكثر من انتقد ربما هذا الحوار خاصة بسبب موضوع الرد الشفهي وليس الرد الموثق والكتابي مع ذلك حضرت شخصيات منه بصفة مستقلة كيف يمكن فهم هذا؟ كيف يمكن فهم مشاركة بعض الأحزاب من هذا المنتدى؟ كيف سيكون مصيرها؟ البعض يراهن على تفكك المنتدى؟ كيف يمكن قلال هذا؟ مع كل التقدير لكل الفاعلين في المشهد السياسي الموريتاني ولكل الأحزاب الحقيقة أن موريتانيا فيها أهم قطبين سياسيين فيها هم النظام وحزب التكتل وحزب التكتل الأشخاص الذين حضروا بأسمائهم وليس باسمه اليوم رغم مقاطعاته أعلن الحزب أنه لم يعدوا ذوي صلب الحزب وهذا هو الاختراق الذي أشارته إليه في بداية مداخلتي أنه نجح النظام في إيجاد نوع من الاختراق داخل أهم أحزاب المعارضة حضر منها أشخاص دون إذن أحزابهم والانضباط الحزبي بالمناسبة قد لا يكونوا مهما بصفة عامة وليس مهما بصفة خاصة في موريتانيا لكن هؤلاء أفراد حضروا بصفتهم الشخصية وليسوا من ذوي الشهرة بإمكانية إيجاد انشقاق واسع النطاق في حزب التكتل أو في غيره من الأحزاب أشخاص مقدرين وذوي تاريخ وطني مهم ولكنهم ليسوا قيادات رجال من الصف الثاني من الناحية السياسية لذلك أنا أعتبر أن الجميع ما زال في المربع الأول النظام عقد حوارا بحضور حزبين أو ثلاثة غير مؤثرين كثيرا في الشارع وإن كانوا مهمين ولهما خطاب مقدر ولكن المعارضة الرئيسية ناطحة إن صح التعبير وأيضا المؤثرة قاطعت هذا الحوار والأحزاب التي حضرتها الحوار عن النظام وعن الأحزاب المعارضة الموالية بين قوسين مثل أحزاب ما يسمى المعاهدة هذه أنا أعتقد أنها تحاور نفسها وليست أصلا هناك أسباب خلاف واسعة أشكرك جزيل أشكر صحفي الموريتاني الحسن ولد المختار كنت معنا هنا في الستوديو شاركتنا في الأولى هذه الليلة شكرا جزيلا لوجودك معنا يمكنكم مشاهدين دائما المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وعلى فيسبوك ترجمة نانسي قنقر